استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد محمد حسين ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح حيث سلم وزير الخارجية بجمهورية العراق سموه ورعاه الله رسالة خطية من أخيه رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي تضمنات العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبول تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنات القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المسجدات على الساحتين الإقليمية والدولية